السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الأولى معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح أشرح لكم مادة الصوت وهذه هي المحاضرة الأولى راح أبدأ أشرح لكم عن مادة الصوت وشلون ندرس هذه المادة وإلى آخره إن شاء الله سيكون عدكم امتحان على التليغرام بعد ما تشوف هذه المحاضرة ضرورة تنضم إلى قناتنا على التليغرام حبايا قلبي بالبداية لازم تعرف شنه يعني مادة الصوت شوفوا حبيبي شوفوا أخويا شوفوا أختي العزيزة مادة الصوت هي مادة تتعلق بالنطق وشلون أنت تصف النطق يعني شلون تتكلم من اسمه علم صوت يعني ناسي حتى إحنا موعدنا الكيميا علم خصة التفاعلات طيب موعدنا الفيزياء اللي هو علم يخصة الحركة عدنا علم اسمه علم الصوت بالانجليزي فناتكس ما هو هذا العلم هو العلم الذي يدرس الصوت وشلون ننطق وشلون الأخير وإذا ضبطتها رح يتحسن ناطق جدا مالتك رح يتحسن ناطقك بشكل كبير جدا يلا خلونا نبدأ إن شاء الله ببعض الأمور حبايا بقلبي مادة الصوت 90% من الطلاب العراقي عانون من عده خوايا طلاب عانون من عده طبعا السبب مو بالمادة ولكن السبب انه المادة غير جديدة عالطالب يعني مو المادة صعبة مثل انها جديدة عالطالب يعني وإلا هي كصعبة مو صعبة زين لذلك لازم تدرسوا ايا كل زغيرة وشبيرة إذا عافق إذا أنت عبرت دقيقة وحدة ما رح يغير عليك الأول والتالي لذلك إحنا رح ناقذ من الصفر رح نبدأ من الصفر تعرف شن من الصفر ناقذ تعاريف نعلمك شون تجي لأسئلة بالامتحان شو كل شيء إن شاء الله رح نشرحها لذلك أريدك تركز وياي طبعا هاي الملزمة موجودة أيضا بالمكاتب إذا تحب تشتريها أو إذا تحب تكتب وياي الموضوع بعد راجع عليك يلا حبايبي إحنا هسا رح نبدي ببعض المصطلحات أول علم أول كلمة عندنا أو أول شيء عندنا هو الفونيمس هذا المصطلح هواي رح يتكرر وياك طالما أنت دخلت إلى قسم اللغة الإنجليزية شن يعني الفونيمس؟ كلمة فونيمس معناها الصوت الوحدة الصوتية يعني شوف تعريفها باللغة الإنجليزية يعني معناها أصغر وحدة صوت باللغة يعني هو أصغر وحدة هي أصغر وحدة باللغة وهي طبعا صوت والصوت يختلف عن الحرف طبعا هذي مهمة دير بالك شوف لي هنا يقول they change the meaning of the word وهو يغير معنى الكلمة شوفوا الفونيم معناه الصوت شون يعني صوت؟ الصوت حبايب قلبي يعني معناها هي أي كلمة أي صوت يغير المعنى وطبعا نحن باللغة الإنجليزية عندنا 44 صوت 44 صوت طبعا من عدن 20 علة و24 هذين الـ 24 يكونون صحيحة أصوات صحيحة والأصوات تختلف عن الحروف نحن بالصوت قاعد نتكلم فلون ننطق الصوت شو ينسولف وطبعا ايه هنا أكون ملاحظة يقول they can change the meaning يعني الفونيم بيقدر يغير المعنى يعني شنو تعالوا يعني الآن أنا اللي أجت على كلمة cat كلمة cat معناها قطة كلمة cat معناها قطة طيب بينما اللي أجت وقلت car عندما غيرت هذا الحرف من T إلى R تغير المعنى لذلك هذا هو القصد لما نقول they can change the meaning زين لأنه هناك حالات ما رح يتغير بيها المعنى رح ناخذه إذن الفونيم هو صوت بشري ملاحظة مهمة هو صوت بشري يعني مو كل صوت أقول عليه فونيم فونيم هو صوت بشري لازم يكون صوت إنسان لعنى بالمرحلة الثالثة رح ندرس أصوات الحيوانات أجلكم الله حتى أصوات الحيوانات هم رح ندرسها بالمرحلة الثالثة بمادة علم اللغة اللي يسمونها بالانجليزي linguistics المهم هذا موضوع إذن الفونيم هو أصغر وحدة صوتية وعدد الأصوات باللغة الإنجليزية عدد الفونيمات باللغة الإنجليزية أربعة وأربعين صوت منعدهم عشرين علة وأربعة وأعشرين أصوات صحيحة علة يعني باول طيب ضروري جدا هذا تعريف نحفظ وأعلمك شون يجي بالامتحان هسا شرد من عندك ويايا تعريف نحفظ the smallest unit in sound of a language the smallest unit in sounds of language ضلعيد بيها they can change the meaning they can change the meaning of word يمكن أن يغير معنى الكلمة حلو هذا تعريف نحفظ هسا شعورها عليكم وشعور نيجي بالامتحان نيجي بعدها على تعريف بالإنجليز يسمى received pronunciation received pronunciation pronunciation received pronunciation received pronunciation هذا received pronunciation وهو أو مرات يسمون RP أو مرات يسمونه البي بي سي طبعا هاي تعريف جدا مهمة حتى لو استاذك منطقيا اقراها لأن راح تفيدك بفهم بعض الأشياء وحنا راح نمجي شوي شوي فهاي تعريف كلش مهمة ضروري جدا تحفظ لياها طيب بالإنجليزي طبعا وهاي ترجم حتما وأكاتب لك يا هاني فالأمور كلش تماما عندك طيب إذن received pronunciation تعريفها أو مرات يقل لك الاربي أو البي بي سي ذلك النوع من النطق ذلك النوع من النطق ذلك النوع من النطق الناس المتعلمين خصوصا in the south east england خصوصا في جنوب شرق انقلتها حبايب قلبي احنا عدنا باللغة الإنجليزية احنا عدنا باللغة الإنجليزية أصوات وعدنا نطق وإحنا عدنا لهجة بريطانية ولهجة أمريكية هنا حتى نتجلب هاي المشاكل باللغة الإنجليزية سووا مصطلح سووا مصطلح اشتسموه سموه البي بي سي أو الاربي هاي اللغة الفصيحة اللي كل العالم يتعلمها طبعا هل هذا الشيء معناها الأمريكية غلط أكيد لا الأمريكية مو غلط بس في نوع احنا اللغة اللي احنا أكاديميين احنا كأساتذة انت أستاذة انت باش راحصير مدرس فعنت كأكاديمي كمدرس كطالب لازم تعتمد هاي اللهجة اللهجة الاربي طبعا هاي اللهجة الاربي اللي هي اللهجة البي بي سي أعلم كيف لون يحكوهم تلقاهم دائما من يسألون شي يقولون مثلا hello there how are you do you like to do that man so how do you how do you like to do it i want some water can you give me some water بوطة بوطة مري بوطة بوطة بينما الأمريكية hi can you give me some water water هاي الأمريكي بينما البريطانية لا هيك لهجة خفيفة اللذلك هي هاي يسمونها اللهجة الأكاديمية المعتمدة تعريف مهم ممكن يجيك أيضا فراوض أصلا هعلمكم شوان تجي لسه طي زين بعدها عدنا فتشي اسمه الفنامك ترانسكروبشن ترانسكروبشن الفنامك ترانسكروبشن الفنامك ترانسكروبشن the representation representation of each phoneme by single symbol the representation شوفوا شوانا نحفظها re reap 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 present rip present represent 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 وبعدين ايش ايش قطعها مقاطع عندك ري present representation representation re present tation re present tation اوكي اذا it is the representation of each phoneme by single symbol هو هو عملية تمثيل الاصوات برموز معينة شوفوا احنا راح نتعلم على مصطلح جديد هذا اسمه الرسم الصوتي شن يعني رسم صوتي رسم صوتي معناها انه انت راح نكتب الصوت شون يعني نكتب الصوت يعني انا راح يكون عندي فتشي اسمه اصوات يعني مثلا عندي هذا الصوت هذا صوتي ش فمثلا انا لو عندي كلمة خلينا نقول كلمة sheep هاي غنم او sheep هاي مغنم هاي راح يسوي لها فترسم صوتي طبعا هذا الرسم الصوتي راح يكون اعتمادا علما على النطق فمثلا sheep هاي راح يسوي لها رسم صوتي معناها تكتب الاصوات على شكل رموز يعني امثل الاصوات على شكل الرموز هذا هو المقصود بالرسم الصوتي وانا نسوي علي كورس كامل وايضا ان شاء الله موجود تقدرون ايضا اللي حب يشترك دورة او يحب يتابع من جانا على اليوتيوب ماكو اي مشكلة موجود بالحالة احنا حاضرين يعني اذا هذا هو الرسم الصوتي طبعا تعريف جدا مهم لازم تعفظ لي طيب زيه اهنا بعدها اخوان هاي المصطلحات كلش مهمة لازم تعرفها احتمال تأخذها وتتعجب تروح للمدرأ للجامعة يعني تشوف ما موجودة بس راح بالايام الجاي راح تأخذها يعني ضروري جدا هاي المحاضرة اساسيات انا اعتبرها اذا ما قرأتها كل شيء ما راح تفتح فضروري جدا تقرأها اخوي اخوي طيب نجي هنا عندنا شيء اسمه voiced sounds هذا المصطلح هاي راح يمر عليك voiced sounds يعني اصوات المهموسة الاصوات المهموسة تعريفها اش تعريفها يقول speech sounds وهي اصوات كلام speech sounds اصوات كلام produced tintage produced tintage with vibration باهتزاز for the vocal cords للحبالة الصوتية خلينا اعلمكم شلو المقصود به طيب شوفوا يا انا عندي باللغة الانجليزية اكو اصوات يسمونها اصوات مهموسة اللي هم voiced sounds وهاي الاصوات المهموسة اللي يكون بيها اهتزاز للحبالة الصوتية هاي الحبالة الصوتية اي هنا يكون مكانها هاي الاصوات لما ننطقها يكون اكو اهتزاز مثلا عليها مثل z طبعا هذا تعريف ينحفظ مهم جدا جدا مهم هذا التعريف تعقلين انا عن المكشو طبعا تعريف اصوات تنتج مع اهتزاز للحبالة الصوتية تعريف كل السح تحفظ صوتات جدا باوا يأني تعال شون نطقوا يلا zzz zz 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 تحز اكو اهتزاز اي هنا ها اي هنا تحز اكو اهتزاز لذلك يسمونهن voiced sounds ها ضيب كلمة شوفوا أي كلمة بها لستعلموها هاي أي كلمة بها لس يعني تنفيذ الكلمة يعني مثلاً مثلاً هوملس هوم منزل هوملس يعني بلا منزل هيك فويس يعني اهتزاز أو او 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 اهتزاز فويسلس بلا اهتزاز يعني ماكو اهتزاز شوف تعريفة يعني معناها هو اصوات كلام تنتج بدون اعاقة او بدون اهتزاز للحبال الصوتية يعني شلون؟ هسا مثلاً انا انطق الس ماكو اهتزاز ماكو اهتزاز بينما هناك اكو اهتزاز لذلك الاصوات الفوق بيها اهتزاز والاصوات الجوة ما بيها اهتزاز شون يجيني عليها السؤال بالامتحان؟ يقلك define تبقوا لعلى هالمصطلحات جداً مهمة define عرف يجيك define عرف او يقلك compare compare قارن هيتش compare قارن compare يعني معناها قارن اللي هي جايه من comparison مقارنة موجودة عدكم بس سادس ما اخذينها حلو اذا انا هنا راح اقارن بين الاصوات المهموسة والاصوات الغير مهموسة يجيك سواء شون يعني مقارنة؟ بس مجرد تكتب تعريف كل واحد تنطع لي مثال ها هي مرات يقلك give example اعطي مثال voiceless sound بتاع راح تقول له زي بس شوف كون الاسري تجيك زين اذا تعريف مقارنة give example راح ناخذ ناسة شوي طيب زين بعدها راح ننتقل على weak consonants weak consonants هي من اسمها أصوات ضعيفة شن يعني أصوات ضعيفة؟ احنا راح نتكلم عن نوع الأصوات حسين أكو أصوات ضعيفة وهي الأصوات هي أصوات يعني ما تحتاج إلى جهد قوي حتى أنطقها طيب يعني شلون؟ يقلك consonants أصوات in which air is pushed air is pushed الهواء يدفع by the lungs with a little force with little force little قليل force يعني ضغط أو دفع أو قوة يعني شلون؟ أو جهد يعني معناها شنوة؟ weak consonants هي الأصوات التي تنتج والهواء يخرج pushed out يعني يخرج الهواء with a little force يعني معناها لما أنطق الصوت ما يحتاج من عندي جهد قوي حتى أنطق الصوت يحتاج جهد خفيف آآ نخوك لذلك يسمونها weak consonants مثال عليها مثل عندي الب به 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 شوف به 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 شوف خفيف خفيف أما strong consonants الأصوات القوية فهي الأصوات 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 الكون strong consonant يعني يحتاج إلى جهد قوي حتى أنطق هذا الصوت مثال عليها صوت الب شوف ب شوف ب ب تحس الهواء هنا بصابعك شوف من كثر ما قوي لذلك يسمونها صوت قوي لذلك يسمونها صوت قوي أنا أخوك آآ آآ اذا نعرف تعريفا الويك وتعريفا السترون حبايب قلبي، إخواني، اللي أريد منعتكم شنو هسه، يلا ويايه، اللي أريد منعتكم هسه بهاي محاضرتنا، تحفظ لتعريف الفونين، تحفظ لتعريف الـ Received Pronunciation، أو إذا قال لك الـ RP أو إذا قال لك الـ BBC، تحفظ لتعريف مالتهم، تحفظ لتعريف الـ Phonemic Transcription، تعريف الـ Voice Sound، تعريف الـ Voiceless، تعريف الـ Weak و Strong، ممكن يقل لك ما هو الفرق بابيناتهم، قارن، أي شيء، إذا قال لك الـ Weak, Consonant, Voiceless، بس مجرد تذكر التعريف، إذا قال لك عرفه، تعريفه، ممكن يجيب لك فراغ، هس رح ناخر، يقل لك الـ Consonant in which air is pushed out with a little force، يضع لكي هذا فراغ، هيت ستجي الأسئلة بالامتحان، هيت ستجي الأسئلة بالامتحان، هيت ستجي الأسئلة بالامتحان، طيب، أكون ملاحظة، أريد أقول لكم إياه، أكتبه يمكم، أكتبه يمكم، قد يعطي الأستاذ ملزمة، وفي هذه الحالة لديك خيارين، لديك خيارين، ما هي الخيارين اللي أنت عندك، أولا، ممكن أنت تعتمد على ملزمة الأستاذ، تعتمد على ملزمة الأستاذ، صدق شديد صارت كوري، طيب، هاي واحد، أو ثانيا، إذا ما افتهمت على كلام الأستاذ نهائيا، تعتمد على ملزمتي، هناك شغلة مهمة، الأشياء اللي يقول لك ياها الأستاذ ركز عليها، زين، يعني هس أنا أستاذ ضيخت، أفتهم أنتبه عليك، لو على أستاذي اللي بالجامعة، شوف، أستاذك اللي بالجامعة، تخليه للأشياء اللي يقول لك عليهم، تحفظهم، والفهم، والأساسيات تقران يمي، هنا رح يكون عندك أساس، وفهم، وتستوعب المادة، وتعرف شينه تحكي، وتروح للجامعة، أنت رح يكون عندك أساس، وتعرف الأستاذ على شينه رح يحكي، والأسئلة بالامتحان كلها رح تجي من أخذها من عندي، ما رح يطلع لك من هذا أني أبد، الاحتمال هو منطيك ملزمة بها خارجيات، هذيتها بعد شيء خاص، يعني من عادة ذيتها، تحب تدخل يمي دورها، تحب تسألني على الخاصة جاوبك، برحتك، هذا موضوع يمك يعني، ما أجبرك على الشيء، فإحنا هذا اللي موجود بالكتاب، أنا قاعدة مشاعر الكتاب، فإذا كان الأستاذ، إذا كان الأستاذ منطيك ملزمة، يعني أفهم من عندي، وأقرأ على منظمة الأستاذ، إذا لم أفتهمت على منظمة الأستاذ، أقرأ أهمي عادي، أتوقع ما يقولون، بعضهم شوية، راح يقول لك، عوف الملازم، الملازم مو زينة، أقرأ بس على شرحي، هو لا منطي ملزم، لا منطي كل شيء، فإنت بهالحالة هاية، ما لك علاقة بكلام الأستاذ يعني، عادي يعني، خلي قلك لا تقرأ على منظمة، بس أنت أقرأ على منظمة، منظمة تفيدك، تفهمك، تعلطي كساسيات، تعلمك على شين المادة، حتى له ما رضى على تعريف تعريفين، خلي لا يرضى عليهم، بس أنت راح تفتهم المادة يعني، هزين؟ طيب، هسا عدنا هنا، أهم تعريفين هذين صراحة بهذا الدرس كليته، عدنا فاولز وكونسناتز، تعريف الفاولز هي أصوات العلة، يقول لك هنا، sounds produced through the vocal cords without construction, constructions, constructions of the air flow in the mouth. شوفوا، فاولز هي أصوات العلة، يقول لك هنا، وهي الأصوات التي تنتج من خلال الحبالة الصوتية without construction، بلا إعاقة لمجرى الهواء، يعني شنو؟ باوع لي، هسا مو، ما عندي صورة، ما هذا رجل نطيكم صورة، هسا أنا ما عندي هنا الحبالة الصوتية؟ أصوات العلة هي الأصوات التي ننتجها بدون إعاقة لمجرى الهواء، الهواء يطلع بوجه اليبر، يعني شنو؟ شوف، وياله، قول آي، آي، آه، أوه، أه، آي، أوه، 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 أكو إعاقة لمجرى الهواء؟ لا، الهواء يطلع من الرئتين يخرج بدون أي مشاكل، لذلك، هذا شي سمونا، هذا شي سمونا، شي سمونا، شي سمونا، سمونا فاول، أصوات العلة، طيب، أصوات مو حروف، نحن نحجة عن الأصوات، طيب، زين، هسا رح نجعله consonants، تعريف الكونسنت، هسا أقراركم إياه، بس خلنا أقولكم شنو؟ الكونسنت هي الأصوات التي تكون بها إعاقة لمجرى الهواء، يعني شلون؟ هسان لما أنطق ته، ته صوت كونسنت، صوت صحيح، مو صوت علة، رح أقول ته، توقف، ده، يكون هناك توقف لمجرى الهواء، لذلك ليش يصيحون لهذا صوت كونسنت، صوت ثابت أو ساكن، لأنه أكو سكون أو أكو ثبوت للصوت في الحبالة الصوتية، بعدين ينطق، أو في الفم، مثل PAH، PAH، كو أعاقة وين بالفم، هذا الفم راح يعيزي الكلام، لن ينطلق شفايف، فهذا راح يتوقف. لذلك يسمونه ساكن. ليش ساكن هم يسموه؟ لأنه يسكون، أنا أخوك هاي تش،87، فلذلك نحفظ لهذه التعريفين جدا جدا مهمات خلينا نقرأ الأصوات التي يكون فيها الهواء معاقة أي بمعنى شنوى أن يتم إعاقة الهواء مثل صوت ته ده أي أما بأصوات الفاول ما يكون عندي إعاقة يعني مثلا لما نقول صوت الآ أو أوي ما يكون إعاقة لذلك أصوات العلة ما بيهن إعاقة أصوات الكونسونت بيهن إعاقة طبعا لا تنسى الكونسونت عددهن 24 والباور عددهن 20 أصوات طيح هسا راح نجي على التدريبات شوف شي يقول يقول فونيم باور 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 إيه هنا شمكتوب هنا شوف التعريف هذا شمكتوب The smallest unit of language شوف هنا شقايل أصغر وحدة بالمعنى The meaning الجواب غلط شوف هش تجيك الأسئلة يقول فونيم can change the meaning of the word يقول الفونيم ممكن يغير معنى الكلمة الجواب صح الجواب true نخوك زيئ يقول هنا RP 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 sounds voiced الأصوات المهموسة speech sounds produced without vibration بدون إعاقة طبعا الجواب false ليس false لأننا قلنا voiced بإهتزاز للحبال الصوتية تعريفين أنت من أخذناهن هش تجيك الأسئلة بإمتحان خوش تمرين الثاني يجيك فراغات speech sounds without vibration بدون إهتزاز للحبال الصوتية هيا أصوات راح أقول له voiceless هش مرات شي يسوي هو متعريف يجيب لكيه فراغ يعني يجيب لكي هذا التعريف وإذا كنت تكتب هذا على شكل فراغ يعني ما جاب لكيه تعريف هو تعريف جاب لكيه فراغ هش consonants is pushed out with little force with little force راح أقول له weak قل لي إيه هنا with more force يعني أصوات تنتج وجهه تقوي راح أقول له جواب هو strong consonants أيضا تعريف الفاول تعريف الكونس ممكن يجيك بالإمتحان والسؤال الثالث أقول له give example أعطى مثال voice sounds أقول له z voiceless sound أقول له s weak أقول له ب قوي strong أقول له ب ممكن يجيني مثلا على سبيل المثال what is the difference ما هو الفرق what is oh that is the difference what are the differences ما هو الفرق طبعا هنا أجيب لك ما بين الـ vowel والكونسننت الـ weak والـ strong مجرد راح تذكر إلى التعريف هاي المحاضرة هي أهم محاضرة بمادة الصوت راح ضروري جدا تركزلي عليها لأن فهمها فهمها راح يخليك تفهم مادة الصوت كل جه لذلك عيدها أكثر من مرة لا تنسى عندك بها امتحان إيلي هنا ينتهي دارسنا لهذا اليوم شوفكم إن شاء الله بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة